لليوم الثالث على التوالي يستمر الجدل حول مشاهد الاعتداءات التي تعرض لها طاقم التمريد في مستشفى إويسن العام وزير الصحة توجه للمستشفى والتقى الطاقم الطبية والتمريدي وأكد أن القضية قيد التحقيق وأنه لا أحد فوق القانون أحد الذين صوروا وهم يقومون بالاعتداءات يعمل كضاب الطيار المتحدث العسكري أصدر بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تتابع ما أثير عن القضية وتؤكد كامل احترامها لسيادة القانون وتهيب بالجميع تحري الدقة وانتظار انتهاء التحقيقات وفي منزلها التقينا بالسيدة مها بشر إحدى الممرضات المعتدى عليهم حيث أكدت أنها هي وزميلاتها تعرضنا للإهانة وأنهن يطالبان بالعدل وأنهن في انتظار انتهاء التحقيقات والتضاح كافة الحقائق بعيدا عن الشائعات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توجهنا للمستشفى للقاء المدير العام ولكننا منعنا من التصوير التقينا بإحدى الممرضات التي طالبت بضرورة توفير الحماية للتواقم الطبية من مثل هذه الاعتداءات احنا طالعين من بيوتنا عشان نشتغل عشان نشوف المريض وذات يعني فمش طالعين الإهانة والزل الساعات الأخيرة شهد تطورات جديدة بعد ظهور فيديوهات وتصريحات من أسرة الطيار تشير إلى أن بعض أفراد المستشفى هم من بادروا بالاعتداءات على المريضة وأسرتها نحن قدام روايتين ونحن دلوقتي قدام جهتين تحقيق النيابة العسكرية بتحقق والنيابة العامة بتحقق في انتظار التحقيقات الرسمية لإعلان النتائج والآن يبقى الجميع في انتظار انتهاء التحقيقات من كافة الأطراف لكشف الحقائق وحسم الجدل ومعاقبة المتسببين في واقعة اعتداءات مستشفى أوسنا العام التي شغلت الرأي العام أحمد عثمان العربية مدينة أوسنا محافظة المنوفية ترجمة نانسي قنقر